كيفية ربط قناة اليوتيوب بصفحة الفيسبوك ازاي ان انا استفاد من ربط قناة اليوتيوب بصفحة الفيسبوك علشان احصل على مشاهدات ومشتركين من الفيسبوك يعني انا هظهر كلمة اليوتيوب ديت وهظهر فيديوهاتي في صفحتي على الفيسبوك وبالتالي اي فيديو ارفعه على قناة اليوتيوب يظهر مباشرة على البيج او على صفحة الفيسبوك شرحينا كله النهاردة من الموبايل ازاي ان انت تربط من الموبايل همشي معاك خطوة خطوة حتى لو انت ما عندكش اي معلومة ان شاء الله هتقدر انك تربط بنفسك اللي احنا بنتكلم فيه ده بعد تحديثات اللي حصلت في موضوع الربط ما بين قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك انصحك ان انت تشاهد الفيديو ده من البداية للنهاية لان فيه معلومات وفيه اشياء وفيه تفاصيل في النص انت بتدخل تشوف شوية وتكتبل في التعليقات ارجوك شاهد الفيديو ده من البداية الى اخر كلمة علشان فيه اشياء هتتقال طول ما انا شغال فيه اي حاجة بتيجي على بالي اي حاجة مهمة بوضحها لك في اثناء الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب كورو بخير وسعادة دايما اهلا بكل المتابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب لو انت معدي كده في السكة وليت قناتنا قدامك لو انت مهتم بي الربح من اليوتيوب وازاي تنشئ قناة وازاي ان انت تكبر قناتك وتستفيد وتربح من اليوتيوب وحل مشاكل اليوتيوب وجوجل ادسنس قناة دي ان شاء الله هتكون مرجع اليك باذن الله وتستفيد منها باذن الله فاشترك في القناة وفعل جرس على الكل علشان يصلك اشعار بفيديوهات ولو انت مجيلكش اشعار مننا والفيديو ده قدامك بظروفها كده وانت مشترك اصلا الغي الاشتراك والاشعار واشترك وفعل جرس تاني مرة علشان يصلك اشعارات كل المطلوب منك ان انت كبات شاي حلوة انت او انت كبات شاي حلوة زي اللي تظهر جنب مني دي كده وابدأ ان انت اشرب الشاي كده وركز وشاهد الفيديو ده كاملا الاول وافهم اللي فيه وبعد ما تشاهده ابدأ ان انت تطبق في الخطوة اللي بعدها يعني مش تشاهد لأول مرة وانت بتطبق شاهده مرتين مرة علشان تفهم والمرة التانية وانت بتطبق عملية الربط ما بين قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك يلا بنبدأ على الشرح على طول علشان خاطر ما ندعش وقت اول ما نفتح جوجل كروم هيكون بالشكل ده كده هنبدأ نقول القبول والمتابعة لو انت فتحه الاول مرة يعني لو انت فتحه قبل كده هيكون شغال معك بعد شوية زي ما انت تشو بعد شوية اضغط هنا كده بعد كده طبعا جالي هنا اي ايميلات عندك موجودة لو كان في ايميلات انت ندخلها قبل كده او شي يعني فطبعا انا بقول له لا شكرا ما فيش اي مشكلة مش عايز ايميلات دي ولا اي شيء بعد كده جالي كده يعني كايني فاتحه لسه جديد خالص يعني كايني اصلا لسه اول مرة افتحه تمام كده هبدأ ان انا اكتب هنا في البحث جوجل واضغط على اززهاب جالي محرك البحث جوجل بالشكل ده اضغط على جوجل اول واحدة ديت بعد كده انا وصلت للصفحة دي كده انت اوصل للصفحة دي اللي هي صفحة ايه اللي هي صفحة البحث جوجل على جوجل كروم تمام كده اضغط هنا على الثلاث النقاط اللي فوق وتأكد ان انا عامل الموقع الالكتروني او عرض سطح المكتب او ما يسمى بالديسك توب سايت يبقى انا هشتغل من الموبايل دلوقتي كاني شغال من الكمبيوتر بالضبط يعني انت لو هتطبق من الكمبيوتر او اللابتوب هتشتغل معي بنفس الخطوات ان انت هتفتح عادي خالص على متصفح جوجل وتشتغل ولكن انا هنا دلوقتي شغال تطبيقنا كل النهاردة من الموبايل اضغط على الموقع الالكتروني هيبدأ ايه يعمل لي الصفحة بالشكل ده كده هاجي هنا في البحث واكتب تسجيل دخول فيسبوك كتبت خلاص تسجيل دخول فيسبوك وبحثت عنها جالي كده بالشكل ده كده اضغط على النقاط اللي فوق برضو واتأكد ان انا على الموقع الالكتروني تمام كده تمام بعد كده اضغط على اول نتيجة بحث دي تسجيل دخول الى الفيسبوك او الى الحساب بالفيسبوك جالي الصفحة بالشكل ده كده لو انت مدخل قبل كده على جوجل كروم الايميل بتاع الفيس والرقم السري هيدخل عليه مباشرة لو انت اول مرة تدخله هيكون بالشكل ده هتيجي هنا وتكتب البريد الالكتروني او رقم الموبايل وكلمة السر بتاع حسابك انت احنا طبعا بنعمل عملية الربط ديت لايه ما بين القناة اليوتيوب والبيج او الصفحة ولكن انت هنا طبعا الصفحة الصفحة ديت مرتبطة بحساب فانت هنا بتدخل الاميل او رقم التارفون لحساب الفيسبوك هندخل اه رقم او الايميل على حاسب انت ما بتدخل و行ال كلمة السر ونضغط على تسجيل الدخول بعد ما دخلت الاميل والرقم السري فتح معي الفيسبوك بالشكل ده كده ده فتح حسابي حاليا أنه يعني ده حساب الفيز اللي انا دخلت الاميل والرقم السري بتاعه طبعا انت على طول كون متأكد على طول ان انت على الثلاث نقاط اللي فوق تضغط عليهم كده ويكون ايه اه اه تم الاختيار على الموقع الالكتروني يكون متعلم عليه صحي كده الموقع الالكتروني او ما يسمى بقى بسطح المكتب كده كأنك انت شغال من الكميوتر بالضبط. بعد كده ايه الخطوة اللي جاية بقى? طبعا الطريقة القديمة اللي احنا شرحناها قبل كده كنا منقول ادخل هنا على البحث وقت بيوتيوب تاب واشازي كده عشان تبدأ تربط قناة اليوتيوب بصفحة الفيسبوك وحاليا دلوقتي الفيديو وقتها كان شغالي يعني الطريقة اللي احنا شرحناها دي وقتها كانت شغالة وتمام والناس كتير رابطت بهذه الطريقة. انا نفسي رابط صفحتي بقناتي بالطريقة اللي انا شرحتها. ولكن حاليا دلوقتي بعد التحديثات حصلت فيه مشاكل دلوقتي وفيه تغييرات حصلت فانت لما تدخل بالطريقة القديمة مش هتقدر ان انت تربط او هيواجهك مشاكل كتير. فاحنا هنعمل ايه بقى? ركزوا معاني. هسيب لك رابط في وصف الفيديو ده. الرابط ده هتضغط عليه. تمام? يعني وانت شغال على الصفحة دي كده. ابدأ نزلها. كده عادي خلاص اعمل لها تصغير كده. تمام? وتدخل على الفيديو بتاعي على الرابط وتبدأ ان انت اضغط عليه. انا ضغط على الرابط. ظهر لي الصفحة بالشكل ده كده. بقول لك مربع الحوار هذا آآ غير متوفر على هذا الجهاز. ليه بقى? ممكن يزهر معك رسيلة دي ممكن ما تزهرش. لو زهرت معك رسيلة بالشكل ده كده تضغط على التلات نقاط اللي فوق وتختار ايه? الموقع الالكتروني. او عرض سطح المكتب او ممكن ما يزهرش معك على حسب. كويس جدا هو ده اللي احنا عايزينه. وصلت معنا او وصلنا للصفحة بالشكل ده كده. هو ده اللي احنا عايزينه كله. جاء قدامي هوت بيقول لك هنا بقت ايه? بيقول لك هنا صفحات فيسبوك. اضغط على السهم كده اللي هو اكبر شوية. اللي هو صفحات فيسبوك. اضغط عليه كده. عشان يزهر لي الصفحات اللي عندي اللي هي مرتبطة او مرتبطة بالحساب اللي انا داخل بي ده. يعني اخلي بالكم في فرق بين انا عندي حساب بس ممكن يكون ما عنديش صفحة. لو ما عنديش صفحة مش يزهر لك هنا صفحات. فلازم انت تكون عامل صفحة. لو انت مش عامل صفحة ادخل اعمل انشاء صفحة. ولو انا هربطها مع الايه? مع مع القناة. اضغط عليها كده. اوكي? تعلم عليها صح? بعد كده اضغط على ايه? اضافة علامة تبويب صفحة. بعد كده بيقول لك هو ايه? جاري الاجراء يعني? بيبدأ ان هو يثبت. سيبه كده شغال مع نفسه لغات ما يخلص. تقريبا خمد ثواني ويبدأ ان هو يكتمل معي. بعد كده فتح معي بالشكل ده كده طبعا فقول له تم ما بيش اي مشكلة اضغط على تم بعد كده ظهرت معي الصفحة بالشكل ده كده اضغط على الكلمة المزيد السهم الجنبي المزيد اضغط عليه هيظهر لي بقى هنا ايه ايه اللي هو اليوتيوب ما كانش ظهر قبل كده يعني قبل معمل الكلام ده ما كانش هتكون ظهرة اضغط على اليوتيوب بعد كده ابدأ ازبط كده شوية اصغر كده واوضح ايوا جات لي بالشكل ده كده ابدأ اسحبها اليمين شوية عشان تشوفوا معي بالشكل ده كده ده اللي جاء قدامي اهوت تمام طبعا انت لو بتشاهد الفيديو ده وحاسي ان الجودة قدامك تعبان ومش شايف انا بيصور بجودة تمام فتقدر ان انت تعلي الجودة من من الفيديو وانت مشغله بعد كده هنا بكبر كده هو ده اللي انا عايز ازبطه هنا تمام كده اهوت بيقول لك اه 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 اتشانل اي دي او بليليست اي دي هبدأ ان انا اضغط هنا علشان ابدأ احط الرابط بيقول لك حط الرابط بتاعك هنا تمام كده رابط قناتي هبدأ ادخل على القناة بتاعتي واخد الرابط واحطه هنا اقول لك تحطه ازاي ركزوا معي بعد ما فتحت قناتي كده بالشكل ده اضغط على التلات نقاط اللي فوق دول وابدأ اضغط على كلمة مشاركة بعد كده اضغط على نسخ الرابط يبقى انا كده خط رابط قناتي ادخل بقى على الصفحة اللي انا كنت فتحها قبل شوية المفترض انا مقفلتهاش اهيت وابدأ احط الرابط هنا تمام امسح ده كده امسح ده وابدأ ان انا احط الرابط هنا تمام اهوت حطيت الرابط بعد ما حطيت الرابط زي ما انتم شايفين كده يعني الرابط طويل جدا لان القناة ديت القناة ديت اه معمول لها رابط مخصص. فمتعمل رابط مخصص اللي هو الرابط اللي هو المختصر ده. تمام? اه المختصر. فبيظهر بالشكل ده كده. مش هقدر ان انا دلوقتي تزبط الرابط هنا. بالشكل ده كده مش هقدر. انا عايز ان انا اخد الرابط من بعد كلمة اصلا. مفيش كلمة هنا اصلا. ممكن هل بقى تاخد من بعد يمشي وقال لا انا مجربتش. تمام كده? فانا المفترض ان انا اخد الرابط اللي هو مش المختصر. طب انا اعمل رابط مختصر لقناتي. اعمل ايه? ركزوا معي. هابدأ افتح قناتي. هابدأ افتح قناتي. اه طبعا انت لو مش عامل رابط مختصر لقناتك واكيد طبعا معظم الناس الوقت يعملين اللي هو الرابط اللي هو المختصر لقناتهم. تمام? وخاصاتها كمان ده بيظهر كده كمان الارقام الكتيرة ديت لو انت عندك الرابط المختصر ما انتش مزبطه وعمل فيه اه بتاع ده يعني كلام باللغة العربية يعني فيه كلام باللغة العربية معه. فبيظهر بالشكل ده كده. فاحنا عندنا فيديو اه على القناة هزي هتعمل رابط مختصر مزبوط اللي هو المختصر لقناتك هيكون موجود في وصل الفيديو ده. تمام كده? المهم ان هو ظهر معك بالشكل ده هتعمل ايه? هدغط على الثلاث نقاط اللي فوق. وتفتح علامة التبويب جديدة. وهتبدأ ان انت تفتح اليوتيوب. بحيث ان انا ادخل على قناتي من هنا من تطبيق ايه? من من جوجل كروم. ادغط على اليوتيوب. بعد كده فتح معي بالشكل ده كده اضغط على التنقاط تاني اللي فوق واضغط على الموقع الالكترولي. كده فتح معي كأن انا فتح بالضبط من على الكمبيوتر يعني هنا حاليا دلوقتي كأن اي فتح من على الدسكتوب او من على الكمبيوتر. بعد ما احمل معي بالشكل ده ابدأ ان انا اكبر كده واكتب في البحث هنا اسم خناتي. اكتب اسم خناتي ابحث عنها في البحث. تمام كده? واضغط على الذهاب او بحث يعني جاب القناة هوت القناة اللي قدام دي اللي احنا بنربطها تمام كده وعلى فكرة انا بشكر اه اصحاب القناة دول اللي هو اسمها وصفاتي غير ان هما طبعا يعني عندهم ثقة ودونا طبعا البيانات بتاعتهم اللي هو الاميل والرقم السيري وكل شيء للفيسبوك عشان نبدأ ان احنا نربط لهم فانا بشكرهم جدا على ثقاتهم ديات واسب بسير كمان في وصف الفيديو ده رابط قناتهم اه كمان صفحتهم اللي احنا ربطناها لو انتم حابين تابعوهم او شيء اضغط هنا على اه اللوجو ده او الصورة بتاعتهم فتح القناة بالشكل ده كده تمام طب تمام جدا لو انتم شايفين هتلاقوا شوفوا اللي ما قلتلكم هو عاملين رابط مختصر وفيه بالعربي تمام كده فوق فانا مش انفع اخدوا من هنا ابدأ اعملي بقى عشان خاطر يزر معايا بشكل تاني بقى ابدأ افتح اي فيديو على القناة يعني افتح اي فيديو على القناة اضغط كده على كلمة الفيديوهات وافتح اي فيديو بعد ما فتحت فيديو هوت تمام كده خلاص وكيه انا مش هادل اشغاله ولا شيء بس بعد فتح معايا كده بالشكل ده ابدأ اضغط على صورة البروفايل تاني صورة البروفايل نفسها ديت اضغط عليها بعد ما دغطت على صورة البروفايل هتلاقوا الرابط فوق بالشكل ده زي ما من فوق كده وهتلاقي عندي عندي فوق هوت يعني اللي هو صفاتي غير هوت اروح جاي اضغط على المسلسين او المربعات اللي فوق بعض دول واخد كده ايه كده انا خدته نسخ ارجح تاني ازاي بقى انا فتحت علامة تبويب جديدة اصلا اضغط على الرقم اللي هو ايه اللي هو هنا ده تمام كده تلاقي فيه جنب الرابط كده تلاقي في رقم تلاتة او اتنين على حسب ان تفاتح كم تاب اضغط عليه وهتلاقي طبعا قدامي ا Lolت الحاجات اللي هي المفتوحة اصلا اضغط على الصفة اللي احنا كنا فيها وابدأ بقى تمسح ده كده لان ده طبعا مش مزبط تمام وهتما امسحه وابدأ ان انا بقى ايه الجديد ده اللي انا جبته تمام كده حلو ابدأ ان انا اعمل يبقى الرابط اتحت اولاد بالشكل dai ده اللي انا عايزه اجي قبل كلمة اتشانل وامسح اي حاجة قبل كلمة اتشانل امسح كل اللي قبل كلمة احوط يعني كده مسحت كل اللي قبل كلمة تشانل. الكلمة دية اللي هي تشانل بامسح كل اللي قبلها. تمام? وبعد كده باجي هنا تحت هنا كل ده باسيبه زي ما هو. باضغط هنا على آآ ياس يعني انا خليها ياس. والتاني برضو كمان اخليها ياس. وبعد كده خلاص تمام انا حطيت الرابط وكده كل شيء تمام? اضغط على حفز تمام كده? او سيف اللي قدامكم دي. واسيبه يحمل. شوفوا اول ما اضغط على كلمة حفز. ظهر لي ايه هنا? زهر لي خلاص هنا اليوتيوب. هتلاقي زهر هنا عندي اليوتيوب اهوت. الفيديوهات هي. تمام كده? الفيديوهات هتظهر قدام اهيت. تمام كده يا جماعة? ده اللي احنا عايزينه. ده اللي احنا بنكلم فيه. ان انت فيديوهات القناة لما انت ترفع فيديو على القناة يظهر على صفحيتك. في ناس عندها صفحات عليها عدد كويس او عدد قليل او عدد متوسط. الوما ان انت تبقى عامل ربط بحيث ان انت يجي لك مشاهدات من الصفحة اللي عندك. في ناس عندها صفحات عليها عدد كبيرة جدا. وقناتها عليها الف مشترك. فانت تستفيد من الكلام ده. لما انت ترفع فيديو على القناة يظهر هنا بشكل تلقائي هنا على بتاعتك على الفيسبوك. وكمان اي حد عايز يشترك يقدر يشترك من هنا. تلاقي هنا شوف ظهر الكلمة يوتيوب هيت. يعني انا مسلا مكتوب كمان من عدد المشتركين. لو انا مش مشترك في القناة ديت. فانا طبعا انا اشترك. تمام كده? خلاص انا كده امشترك وفعل الجرس على كل كمان لان هما يستهلوا. تمام كده? ارجع باك تاني. عشان ارجع للصفحة. خلاص كده انا قدامي الفيديوهات اهيت كلها. تمام? وقدامي كل شيء. بيقول لك هو طبعا لو انت عايز تشترك اضغط هنا بقول لك سبسكرايب هو كمان ظهر كلمة اشتراك وكل شيء. والفيديوهات بتاعتها كلها ظهر قدامي. عشان ما حدش قوله ما فيش فيديوهات بتظهر ولا شيء. الفيديوهات ظهر هي كلها. وكل شيء تمام تمام. كويس كده? طيب حلو جدا خليكم معاني. اي حد دلوقتي لو عايز يفتح فيديو على قناتك هيروح جاي ضغط على اي فيديو هيبدأ انه يتوجه فين للفيديو بتاعك. طبعا انت بعد ما تخلص الربط وكده وتخرج خلاص من اللي انت فيه ده كله. وتبدأ تدخل على الصفحة الرئاسية زي ما انت شايف كده بتاعت الصفحة بتاعتك. انت حاليا دلوقتي على الاي على الصفحة الرئاسية او الصفحة بتاعتك تمام? هتلاقي ما فيش فيديوهات معروضة. فانت هتيجي تقول الله ما فين الفيديوهات اللي احنا عملنا الرابط فين الفيديوهات? لازم ان انت تضغط على كلمة المزيد دي وتبدأ تختار يوتيوب. يوتيوب دي حاليا بقت موجودة ودية اللي فيها ايه بقى اللي فيها كل فيديوهاتك. اهيت. يبدأ ان الفيديوهات تظهر عندك هنا تحت بعضها كلها اهيت. تحت بعضها. تمام كده? بس عشان خاطر انا بربط من موبايل طبعا زي ما انتم شايفين كده. وانت طبعا تربطوا زي ما انا عملت كده بالضبط. تلاقي الفيديوهات موجودة اهيت. تمام? تقدر ان انت اي حد عايز يشوف فيديوهاتك يقدر يفتحها من هنا. من كلمة المزيد يوتيوب. لو حد فتح من على الكمبيوتر نفس الكلام اتلاقي في كلمة المزيد. لو حد فتح بقى لو انت فتح من تطبيق الفيسبوك. انا حاليا فتح الفيسبوك على ايه? على جوجل كروم. على متصفح جوجل كروم. فانا عمل عرض سطح المكتب كاني فتح من الكمبيوتر او اللابتوب. فيكون بالشكل ده. لو في حد فتح بقى من. لو في حد فتح من التطبيق بتاع الفيسبوك. كلمة اه مش هتظهر هنا بقى. مش هتظهر بالشكل ده كده. فهو بقى مش هتظهر بالشكل ده. خلاص اوكي? ديت له هو لو حد فتح من ايه? من تطبيق الجوجل كوروم فاتح الفيسبوك على تطبيق الجوجل كوروم او فاتح من الكونجوتر او اللابتوب هيكون بنفس الشكل ده كده خلاص اوكي وضحت لك كل شي طيب انا انا عارف ان حتة موضوع اخذ الرابط ديت هي ديت اللي ايه هتتعبك شوية انا عارف لو انا فتحت من على اللابتوب مثلا اهوت تمام كده وافتح قناتي هلاقي شوفه الرابط عامل ازاي فوق ده الرابط لان انا عامل رابط مخصص تمام كده بنفس الكلام اهو الفرق بيني وبين الاخت اللي انا بعمل لها الرابط ديت ان هنا الرابط بتاعي انا عامله بالانجليش انا عامل اسم الانجليش ومزبطه تمام كده فانا برضو لو خدته من هنا هربط به ازاي احطه هناك ازاي انا عايز بعد كلمة اتشانل كلمة اصلا مش ظهر هنا ممكن لو انت خدت من اول السي ورايح ممكن يزبط انا بجربت تمام كده فاحنا ايه اللي احنا جربناه اللي انا بشرحه لك ده تبدأ تعمل ايه تفتح اي فيديو زي ما انا شلحت لك هناك نفس اللي انت عملته هناك اللي هو اه من المتصفح تمام كده متصفح جوجه الكرون افتح اي فيديو على القناة اي فيديو وهناك لابس الكلام يعني اللي مفهمش هناك دلوقتي الحيطة بتاعت الرابط نفس اللي انا بعمله ده فتحت اي فيديو هواته على القناة خلاص اوكي بعدين خلاص الفيديو مفتوحه ادامي ابدأ ان انا ارجح تاني اضغط على سورة الليجو بتاع القناة هيبدأ يجيب لي الرابط بالشكل اللي انا عايزه ده اهوط يبقى كده الرابط جالي بالشكل ده كده هروح عامل لان ايه بقى اروح جاي معلم كده واروح جاي واخده من اول ايه بقى من اول كلمة من اول كلمة كده هروح جاي واخده نسخ اضغط كده يمين عليه واخده نسخ وابدأ ان انا اخد حطه في الاي في المكان اللي هو الاي دي زي ما انا وضحت لك في الشرح او ممكن حاجة تاني ان انت تفتح لو انت ما عندكش لابتوبة لكمبيوتر ولا اي شيء. ممكن تفتح من على تاني وتفتح قناتك على جوجل كروم وتفتح ايه اللي هو القناة يعني تعمل عرض سطح المكتب وكل شيء. يبقى كأنك انت فاتح من الكمبيوتر بعد ما تعمل عرض سطح المكتب يعني او الموقع الالكتروني او وتبدأ تفتح القناة وتبدأ ان انت تاخد الرابط زي ما شرحت لك كده. يعني تبدأ تفتح اي فيديو عندك في قناتك اي فيديو على القناة. تبحث عن القناة الاول تكتب اسم قناتك في البحث بتاع اليوتيوب بعد ما تفتح من جوجل كوروم وبعد كده بعد ما تبحث عنها تظهر قدامك تضغط عليها لو انت جيت تاخد الرابط من فوق مش هتلاقيه زابط معك فهتعمل اي بقى? هتروح فتح اي فيديو وبعد كده تروح جاي راجع تاني لسلط اللوجو زي ما انا شرحت لك كده نفس اللي انا عملته ده كده وهتبدأ تاخد الرابط ايه كله كاملا تاخده نسخ زي ما انا شرحت لك تروح جاي اتطلبت مني في الفترة اللي فاتت دي. وانا الصراحة كنت عمل ابحث على اي طريقة لان الطريقة اللي احنا شرحناها قبل كده فيها تغيير. طيب خليك ركز معي ما تاخدش المعلمة وتجري لان انا لسه اوضح لك نقطة مهمة. دلوقتي اي حد لو فتح اه من تطبيق اه الكوروم تطبيق اللي هو او متصفح كوروم وفتح وكده صفحتك هيبدأ ان هو يلاقي كلمة المزيد لو هو فاهم وهيبدأ ان يدخل يشوف الفيديوهات بتاعتك ويتوجه للفيديوهاتك وتمام التمام وانت تستفيد. او لو حد فاتح من اللابتوب والكمبيوتر فات كده يعني ضفتي ميزة جديدة تقدر تستفيد منها مشاهدات لقناتك. لكن لو حد فاتح بقى من تطبيق الفيسبوك هتلاقي ايه مش هيقدر يوصل بالطريقة دي. فانت برضو تساعد مع الموضوع ده عشان انت تشوف يعني اي مزايا اي حاجة اي حاجة ممكن نستفيد منها احنا لازم نضيفها نعملها. حتى لو الاستفادة تيجي كتير تيجي اليه لانا كل حاجة لازم اخدم عليها واعملها بشكل صح. فانا اعمل ايه? اي فيديو انشره على قناتي. ابدأ كبين ان انا اخد الرابط بتاعه. وابدأ ان انا اخد الرابط ده وادخله على موقع اسمه بيكسي. وابدأ ان انا احطه على الصفحة. وانشره ايه? واقول ادخلوا وشاهدوا الفيديو ده على القناة. يبقى انا كده لو هو شافها في كلمة المزيد. اوكي? لو اه ما عرفش يوصل او مش فاهم الحتة ديت لان مش كل الناس بعدها. ده فيه ناس متعرفش يعنيه رابط اصلا ويعنيه اصلا صفحة. فيه ناس متعرفش الفرق من الصفحة وما بين الحساب. يعني احنا فيه ناس مش كل الناس انت بتعامل كل الايه? مش كل الناس فاهمة او كل الناس مش فاهمة. يعني انت لازم بتعامل اقل حاجة. يعني انت بتوصل او بتنزل لقل مستوى عشان انت تستفيد. تمام كده? طيب هتبدأ ان انت تحط الرابط بعد ما تدخله على موقع بيك سي اللي احنا شرحينه وتبدأ ان انت تطلع وتحطه بحيس ان لما حد يضغط عليه في تطبيق الفيسبوك يبدأ يتوجه مباشرة لفين? لقناتك تستفيد بقى مشاهداتي يقدر يعمل لايك يعمل اي شيء. لكن انت بقى لاقي ان فيه ناس بتاخدوا الرابط مباشرة بتاع الفيديو ويبدأ انشوره بس وخلاص على صفحته. لأ انت كده انت كده وهيشاهد بس يطلب منه دخول. فلم يطلب منه دخول طبعا انت مش تستفيد شيء لانه وهيشاهد ويطلع. اصلا الناس مش عارفة اصلا حتى الايميل بتاعها. عشان يعمل لك دخول على الفيسبوك. خلاص? اوكي? فانت الفيديو ده اه انا اشارح فيديو على القناة ازاي ان انت تعمل الموضوع ده. وازاي ان انت كمان تنشر جزء من فيديو. وازاي انك تستفيد من مشاهدات الفيسبوك بالطريقة ديت. هاشيقولك في وصف الفيديو ده. they're gonna stay in with this video. يبقى عندك في وصف الفيديو ده. ركز معايا للاخر. وصف الفيديو ده هيكون موجود في الرابط اللي هو بتاع الرابط. وهيكون موجود فيه كمان الفيديو بتاع كيفية نشر الرابط على الفيسبوك سواء كان على الجروب او صفحة او كان على الفيسبوك. هيكون موجود برضو تشوفو يبن انت كده تستفيد من الفيسبوك من كل ناحية. وكمان ازيدك من الشعر بيت هيسيب لك كمان一رى كمان حيث لما حد يضغط على السوري بتظهر قدام الناس كلها كل المتبعيد اللي عندك. لو انت عندك مية متين الف واحد على الاكاونت حتى الرابط بيظهر. تروح انت كاتب كلمتين كده. شاهد الفيديو او حاجة زي كده. يبدأ انه لما يضغط عليه يدخل مباشرة على ايه? على فيديوهاتك على اليوتيوب وتستفيد. فانت يستفيد من كل الحاجات دي. هسيب لك الفيديو في وصف الفيديو ده. شوف حاول تشوف كده الفيديوهات اللي انا سيبها لك تحت هنا في وصف الفيديو ده. هتستفيد جدا وهسيب لك كمان فيديو لموضوع السيو ليوتيوب. وحاجات تالي مهمة جدا وبتاع لانك تعمل ازاي عنوان يو ار ايه مخصص لقناتك ومختصر لقناتك. كل ده يكون موجود في وصف الفيديو ده. اتمنى لكم انتفق والسعادة ولو انت عندك اي مشكلة اي شي اترك في التعليقات. وان شاء الله بازن الله بنحاول نرد على التعليقات. ولو انت عجبك الفيديو ده اضغط لنا لايك ولو انت ما عجبكش اكتب لنا ليه ما عجبكش الفيديو. اتمنى لكم انتفق والسعادة كل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.